السيادة والاستقلالية المفترضة في العراق تتلاشى أمام صياع جديد لأوامر إيرانية تتعلق بملف يخص العراق ويرتبط بأمنه وربما سيخلق توترا مستقبليا في العلاقة بين بغداد وأربيل حكومة الإطار التنسيقي تنفذ قرارا إيرانيا بنقل عناصر حزب آزاد كردستان المعارض إلى جهة مجهولة وبحسب مصدر مطلع فإن وزارة الخارجية الإيرانية اشترطت لإيقاف قصفها كردستان العراق أن تخرج الجماعات الإيرانية المعارضة من محافظات شمالي العراق وهو الأمر الذي وافقت عليه حكومة السوداني فيما لم تظهر بعد ردة فعل حكومة أربيل وهل أنها ستنصع لهذا القرار أم أنها ستحتفظ به وتضعه ورقة ضغط في مساوماتها مع بغداد الاتحاد الوطني الكردستاني نفى أن تكون الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة تمتلك أسلحة ثقيلة أو متوسطة وأكد أن تعداد المعارضين الإيرانيين مع عائلاتهم لا يتجاوز عشرة آلاف شخص ينتشرون في أقضية محافظة سليمانية هذا الاتفاق يأتي بعد أيام من زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للعراق وطلبه من حكومة بغداد أن تعترف رسميا بمليشيا بيكاكال مصنف إرهابيا على أنها منظمة إرهابية لكن حكومة بغداد لم تمتثل هذا الطلب رغم أن هذه المليشيا تتخذ من العراق منطلقا لشن الهجمات على تركيا وكذلك ارتكبت جرائم ضد المدنيين في العراق رغم كل هذا تتجاهل حكومة بغداد أمر السيادة فيما يخص مليشيا بيكاكا بينما مباشرة انصاعت لأوامر إيران فيما يتعلق بالمعارضين الإيرانيين على الأراضي العراقية ازدواجية في التعامل في الملفات الإقليمية تؤكد مجددا على أن القرار السياسي والأمني في العراق يملكه نظام خامنئي بينما المنظومة الحاكمة في بغداد مجرد بيادقة بيده